اهلا بكم عزيزي طالب الطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة وحلقتنا النهاردة هتكون مخصصة لطلبة التعليم الصناعة خاصة نسيج النهاردة هنتكلم عن مادة من المواد المهمة عندنا المسمى المادة موجودة عندي فيه التلات صفوف صف الاول وصف التاني وصف التالت مرحلة الدبلوم من نسبة لتلات سنين وصف التالت سنوات نقلة طبعا في الخامس سنين المادة اسمها ما بيتغيرش اسمها الرسم الفني لكن المحتوى اللي جوه المادة اللي ممكن يكون بيتغير في بعض الاحيان لكن لو بصنا على آآ مادتنا في الصف التاني هلاقيها المانهج بتاعها مشابه شوية للصف التالت يعني فيه تشابه حتى في طائرة الرسم لانه في النهاية هي رسم بيتطبق فيه بعض تركيب النسجي الموجودة عندي في التخصص بتاعي طيب قبل ما نتكلم عن المادة في العموم هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وربط المادة دي بباقي المواد اللي موجودة عندي في التخصص احنا قلنا ان صف التالت آآ فيه مجموعة من المواد من ضمنها الرسم الفني والفحص والتحليل وكمان التخطيط والجزء الخاص بالمادة التركيب نفسها وبعد كده الالات يمكن دي المواد الاسساء اللي عندي طبعا بعد كده فيه عندي المراقبة والجزء الخاص بالقصص آآ عندنا حاجة مهمة جدا في الموضوع ده ازاي ان انا اربط كل المواد دي ببعض دي ممكن بعض المواد اللي هي بتستعمل الالوان تقدر تشترك مع مادة رسم الفني في الموضوع طيب مادة زي التركيب هتشترك في رسم الفني ازاي انا عشان اشتغل اصلا في اللوحات بتاعتي لازم يكون عندي فكرة بالتركيب النسجية بمعنى اصح انا عندي ممكن الناس اللي كانت شغالة في سنة تانية آآ عندي تحبسات التحبسات اللي الموجودة عندي بتكون مبنية على مادة التركيب طب لو انا بتنقل من اولى التانية لسه معرفش موضوع التحبسات دي عندي تركيب نسجية بسيطة بحطها او بضيفها كعلامات على التركيب النسجي بتاعي او في المربعات بتاعتي لان عندي مسحة القماشة عندي ما تبقاش على قد التركيب اللي مرسوم عندك اللي هو تلاتة في تلاتة او اربعة في اربعة لا ده بتبقى مسحة القماشة كلها عبرها عن تركيب نسجي طيب الغرض من الرسم الفني انه ننفذني التركيب النسجية اللي موجودة في مادة التركيب بشكل يظهر المنسوج بشكل افضل وبيظهر برضو بنقشات ايه اه تكون ظهرة زي امشت الستائل امشت البلوزات امشت الجرفطات اي حاجة فيها نقشات في بعض الاحيان بتبقى القماشة عليها نقشة انت مش عارف النقشة دي مطبوعة ولا النقشة دي كانت منسوجة انا منعن نفسي يعني بحب اكون بشتري قماشة بحب ان النقشة نفسها تكون منسوجة يعني ايه منسوجة يعني خيوط السدة واللحمة متعاشقين مع بعض وهم اللي عاملين الرسمة اللي انا شايفها على القماشة طب ايه الفرق ما نجيب قماشة عادية ووضعها برضو بنفس الرسمة وهتاخد نفس التأثيرات وهستعملها كقماشة عادية هقولك لا تعالي بقى انت لو مستخدم عادي نبعد بقى عن المادة التعليمية وندخل على المادة العامة او الخبرة في النوعية دي في الجزئية دي لو انا عندي قماشتين واحدة مطبوعة والتانية منسوجة عليها النقشة يعني الخيوط نفسها لعملت النقشة الفرق ما بين الاتنين فرق جوهري اول حاجة في متانة القماشة المنسوجة هتكون امتن من المطبوعة ناحية العيوب المنسوجة مفاش عيوب قد المطبوعة يعني المطبوعة ممكن يكون فيها عيوب واصلا حطت الطبعة عشان يخفي العيوب لان هي مش مزبوغة انا بتكلم مطبوعة يعني عليها نقشة طيب عشان اعمل الكلام ده لازم اخلي بالي بقى وانا كمان باشتري لما يكون باشتري قماشة من لون واحد اه مش هتفرق معايا منسوجة او مزبوغة لان السبغة بلون واحد فبالتالي اي عيوب سهل ان عيني تجيبها على سطح القماشة طيب لو انا هجيبها بقى مطبوعة دور في المطبوعة لان فيها عيوب لازم انا ما بطبعش كمصنع نسيج او مصنع تجهيز منسوجات ما بطبعش القماشة دي الا زي كان مليان عيوب عشان برضو الناس تاخد بلا وهي بتشتري القماشة دي فيه بقى نوع تاني من القماشة وده يمكن لسه شايف قطعة منه قريب معمولة قميس والشكل عجبني يمكن لو كان في فرصة كنا نقدر نعرضه لكم وانا عرضناه الميزة في القماشة دي اه ان هي منسوجة بالوان والقماشة كتكروهات وفي نفس لوقت مطبوعة كمان يعني اللي هو انت عينك مش عارفة تجيب الطبعة ولا النقشة اللي تحت الايه اللي عاملها لتراكيب النسجية اللي تحت الطبعة للمطبعة فالطبعة معمولة خطوط اوتلاين يعني كده كده هي مش بغطية كميات او مساحات كبيرة بالالوان لكن انت شايف في رسمة والرسمة الوانها متنسقة كمان مع الوان القروهات فاللي هو انت معجب بالرسمة وفي نفس الوقت معجب بالقروهات ما انتش عارف عينك تركز على انهي جزئية فبالتالي لو وصلت للقماشة للمرحلة دي مع الشخص اللي يستعملها او الناس نفسها اللي تتفرج على القماشة فانت وصلت لمرحلة كويسة انت بدأت ان انت تجذب عينه النقشة الموجودة على القماشة مطلوب منها تجذب عين الناس وفي نفس الوقت تكون تظهر القماشة بمظهر جميل وده الهدف من وجود المواد بتاعتنا او التحسينات اللي احنا بنضفها في المواد بتاعتنا عشان نظهر القماشة بتاعتنا بالشكل المطلوب فبالتالي تعال بقى نقارن تاني مرة تانية نكمل مقارنتنا بين القماشة المطبوعة والقماشة المنسوجة بس عليها رسومات برضو ان في منسوجة بدون رسومات يعني القماشة نحن لابسينها دي هي اه منسوجة بس هي مسبوغة فبالتالي هي بلون واحد فما فيش اي مشكلة تعال بقى على مسلا القماشة اللي في الجرفات هتلاقيها القماشة منسوجة الالوان اللي فيها عاملة النقشة عن طريق النسيج برضو دي ميزة برضو اكبر تجهيزات القماشة او تجهيزات المكنة عشان تقوم بتنفيذ النوع ده من القماش تجهيزات كبيرة يبقى لازم اطلع على مادة تانية اسمها الالات يبقى احنا كده خلصنا التركيب النسجية والكلام عليه وربطناها بالجزء الخاص بالرسم الفني نطلع على الالات انا لما بشوف قماشة وفيها مجموعة الخيوط الملونة اللي هي بالطول وبالعرض وبروح اطلع على مادة التحليل اللي مادة تانية بنربطها دلوقتي مرة تانية باطلع على التحليل وببدأ احلل العينة بتاعتها بتطلع على بيانات باخد البيانات دي وعمل لها عملية التزدية وبجهز اللحمات بتاعتها كده باتكلم في التخطيط يبقى وانت بتتكلم عن الجزئات بتاعتك انت بتلمس او بتمس في الكلام بتاعك مجموعة من المواد التخاصية التانية فبالتالي لما تروح تمتحن المادة دي ممكن ده اللي بيخلي الطلبة بتاعتنا بتكون بذكرى افضل من طلبة السنة والعام في المواد التخاصية بتاعتها ان المادة عندنا بكلم عليها في جزئية بل اهنة متشعبة في بقية الجزئيات فبالتالي لو انا لو المدرس بتاعك او وضع الامتحان عايز يفهم انت فاهم ولا لأ بيشوف طريقة ردك على الجزئيات دي هو ده ده فاهم ده بيقول لي لو انا جيت حل العينة مفروض العينة ديت بتخرج لبيانات البيانات دي تعتبر فيه منها نوعين بيانات مجهز وبيانات خام البيانات الخام دي المفروض على النول بيانات المجهز دي اللي اتشالت منها على النول طب البيانات الخام دي بتيجي ازاي بجيبها ودي البيانات اللي على النول يعني لازم يكون عارف النول بتاعها يكون شغال ايه تركيب النسج الموضوع ايه كمان وعدد الفتر في الصنطي وعدد لحمات الصنطي وازا كانت مقلمة ترتيب الاقلام كل ده انا قاعد بتكلم في مجموعة مواد مرتبطة بالمادة اللي انا بتكلم فيها فالو انا فاهم هتلاقيني بسترسل وبجيب كل الموضوعات الخاصة بالنوع ده من المعلومات او الموضوعات وهكذا فبالتالي في بعض الاسئلة حتى في ابتحاناتنا بتقول ان الطالب ده فاهم او الطالب ده كان حافظ فبالتالي اذا ذكرت المادة زي مادة جاسب الفني وبدأت تربطها ببقية المواد التخصصية بتاعتك هتلاحز ان المادة لا ده كلهم كانها مادة واحدة عشان كده احنا بنسمي في بعض الاتخصصات بنسمي المجموعة دي مجموعة المواد التخصصية او ببعض الاحيان بتتسمى التكنولوجيا وبيبقى مجموع المواد دي كمان في بعض الاحيان ايه مجموعها يا ينجح يا يوقع وبعدين ممكن تدخل بقى لو دخلت في مادة التخصصية لو جيت فيها مسلا التكنولوجيا كلها في بعض الاحيانة يكون لها جروب بلوع مع بعضه ومتكون مسلا من اربع مواد فانت لو وقعت في مادة وقعت كمان في مجموع المواد بتاعتك فيقول لك لا كمان خد لك مادة تخصصية فوق المادة اللي انت واقع فيها فبالتالي ما تجي تدخل دور تاني هتدخل دور تاني في المواد اللي انت ساقت فيها وكمان بالاضافة للمادة اللي انت تختارها عشان تحسن مجموعك دي مادة من اختيارك نجح فيها بس عايز تعد او تجبر المجموع بتاعك طبعا ان شاء الله كل ولادنا متفوقين مش هنوصل لمرحلة دي بس احنا بنقول مبدائيا الدنيا او الجزئية دي بتتحسب بالشكل ده تمام كده يبقى احنا كده بنربط المواد ببعضها عشان لما نيجي نزاكر نبقى فاهمين وانا بتكلم في رسم الفني باتكلم في ايه وانا بتكلم في الالات اللي يربط الالات بالرسم الفني اللي يربط الالات بالفحص وتحليل ايه الغرض من وجود الالات نفسها في المواد التخصصية وهكذا في بقية المواد بتاعتي نرجع بقى للجزء الاهم في نهاية شغلنا مفروض بعد وانا بطلع المنتج بتاعي مفروض وانا بشتغل او بخلص المراحل بتاعتي في عمليات الرسم ده اللي هنشوف كمان شوية على العرض اللي معانا هنلاحظ ان في جزء مهم جدا واحنا بنهتمي به وهو الجودة مراقبة الجودة مشابهة للجزء اللي احنا خدناه في الفحص والتحليل في الصف التاني بس هنا المراقبة لها صفات ومواصفات مختلفة عن اللي انت خدتها في الصف التاني وبالاضافة ان فيها بعض الاجهزة اللي تبقى قريبة شوية تمشي مع النوع الخاص بالمواد العلمية اللي معايا في الصف ده لكن تعال على جزء مهم جدا وهي ان مسمى او وجود مراقبة الجودة في المرحلة دي اللي هدف منه والغرض منه ان يعرفك كل الخواص وكل البيانات الخاصة بانتاجك عشان تطلع بالمنتج بتاعك بالجودة العالية ليه انا بهتم بالجودة العالية لان لو انت ما عملتش كده مش هتطلع بالمنتج بتاعك ولا هتقدر تسوقه مش هقدر اسوق المنتج بتاعي الا زي كان بالجودة العالية وصلت للجودة العالية يبقى انت هتقدر تسوقه في السوق طب ممكن تفصل بجودة عالية بس الوانك سيئة مش هتقدر برضو تسوق ففي بعض النقط يمكن من ضمن الجزء المهم عندي فيه الجودة ان الالوان بتاعتك تكون متنسقة من ضمن الجودة ان تصميمك يكون سليم صح يعني يكون مقبول يقبل عليه الناس لما اجي اعرض القماشة بتاعتي ناس تكون مبسوطة لما هي تروح تشتري النوع ده من القماشة او مثلا تبقى الموضة بتاعتي في قلب السوق بلون وانا اشتغل بلون مخالف انا مش هبيع في الحالة دي الناس كلها معجبة باللون مثلا الاخضر الفسفوري فبالتالي مرحش نعمل احمر لانه مش هيتباع الناس مهتمة باللون ده فبالتالي انا بجيب عينات من اللون اللي هو الدارك في السوق طبعا موضوع الموضة ده موضوع في الملابس يمكن باهمة اكتر فيه كل احنا بنعمله ان هو بيستخدموا اللون من الالوان اللي هي شايفينها كويسة على تصميم كويس فبيعجب الناس في السوق فبتبدأ تشتري التصميم في الحالة دي التصميم ناجح مما ان التصميم ناجح معظم مصانع الملابس عايزة تعمل نفس اللون فبالتالي هو اللي بيلجأ لمصانع النسيج يقول له اعمل لي القماشة دي مش مصنع النسيج من نفسه بيعمل الطلبية لأ لازم حد يطلب طلبية الطلبية دي بتبقى ليها مواصفات انا باخد المواصفات دي وبنفذها بنفذها ازاي بجيب بقى التصميم بتاعي وبجيب مادة الالات وجاهز الالة بتاعتي وبجيب الرسم الفني وجاهز التصميم اللي هيتعمل في الرسم الفني وارجع تاني الالات اعمل دق كارتون واطلع تاني بعد ما اخلص الانتاج بتاعي على المكنة اطلع على الفحص وتحليل طبعا كل الكلام ده والتراكيب كانت معانا في النص لان رسم الفني فيه تراكيب اطلع بقى على الفحص وتحليل بعد ما اعمل انتاج واطلع من انتاجه سليم وجودته سليمة وابدأ اروح على عمليات التسويق كل ده من مواصفة خدتها من عميل بدأت ان انا انفسها طب شكل مواصفة ايه هناخد طبعا امثلة من المواصفات عندنا في المادة بتاعتنا لكن شكل مواصفة ايه هو ده اللي احنا هنقدر نشوفه مع الامثلة اللي هنقدر نحلها مع بعض او نشوفها احنا هندي امثلة مش هكون مرتبطين بالمنهج يمكن طبعا هيبدأ المنهج ان شاء الله من بكرة بداية الحلقات المنهجية بتاعتنا لكن احنا بنقول الحلقة بتاعتنا بوجه عام تقدر تخدم جميع المشاهدين وتقدر تخدم جميع الطلبة بتاعتنا فبالتالي احنا بنحضر لمنهجنا وفي نفس الوقت بنقول ان في بعض المعلومات اللي تقدر تاخدها كخبرات لك تنفعك في سوق العمل وده مهم جدا عندنا تعالوا نطلع على مادة رسم الفني عشان نشوف الوضع بتاعنا هيكون ايه مع المادة دي اول حاجة بيقول لي عندي اذكر انواع ورق المربعات المستخدم في الرسم التنفيذي انا هنا بتكلم عن ورق المربعات ورق المربعات ده احنا خدناه في تركيب المنسوجات وخدناه في الرسم الفني انا عندي مجموعة من ورق المربعات هنشوف هنا التأسيمة بتاعتهم انا عندي ورق تلاتة في تلاتة عندي ورق اربعة في اربعة وعندي ورق خمسة في خمسة وعندي تمانية في ستة وتمانية في تمانية واثناشر في اتناشر دي انواع الورق الموجودة في السوق هل ده مرتبط بوجود الورق او بنوعية تركيب نسج معين بنوعية ورق معين لا انا اقدر اشتغل التركيب النسج بتاعه على اي ورق بس انا بس يعني ايه ببسط الموضوع على اللي هيعمل ده كارتون فانا بجيب له الورق المناسب لنوع الماكنة بتاعته عشان يقدر يدق كارتون صح طبعا فيه كارتون للدوبي فيه كارتون للجاكرد فبالتالي كارتون الدوبي لو وضع كارتون للجاكرد لو وضع كارتون الدوبي بيتعامل من الجزء الخاص برباط الدوز بتاعه على حسب اللي هي عدد الدرقات بيبقى قليل ده اللي هنشوفه برضو فيه الجزء الخاص بالدوبي اما النوع التاني اللي هو الجاكرد فده نوع الماكينات اللي بيعمل النقشات اللي احنا بنشوفها على المفارش والكوفرتات والبطاطين اللي هي النقشات الكبيرة اللي فيها رسومات ضخمة فبالتالي ده عشان انفزها لازم اروح انفزها على ماكنة بتشتغل الجاكرد الجاكرد فيه نيزة ان الفتلة اللي في التكرار هي عبارة عن كأنها بتتحرك كأنها درق الوحدة فبالتالي التكرار ممكن يكون الف فتلة الالف فتلة دول كل فتلة منهم شغالة مستقلة بذاتها فبالتالي اقدر حقق النقشة اللي انا ايه حاوزها طب هتقول لي الكفرت الضخمة دي شغالة بالف فتلة بس وليكن وصلنا لغاية الفين معه انا عندي هد مكنة انا بتحكم في عدد الاختلافات الموجودة عليه وبناء على عليه بابنى الشبكة المناسبة وبناء على عليه بابدأ اجهز شغلي طيب لو مصنع هو هيجي كل شوية يهد المكنة ويرجع يعيد بناء الشبكة بتاعته لأ الشبكة بتاعته سبتة يمكن اللي عنده خبرة شوية في النسيق هيعرف ان التصميم دلوقتي بقى عبارة عن آآ فلاشة بتركب على مكنة النسيج كل بيعمل له بخلص شغل على كمبيوتر بحط التصميم على الفلاشة باخد الفلاشة بركبها في المكان بتاعها على المكنة وبتبدأ المكنة تقرأ التصميم مفيش بقى كرتون في الموضوع وبتبدأ تبص اتلاقي المكنة بدأت تشغل التصميم على ايه على القمش. فبالتالي الموضوع اتغير على المكان. لان كان احنا بناخد قديم على جديد في التخصص بتاعنا. وده في ميزة مهمة جدا نخلي بالنا منها وهي ان انت لما هتخرج في سوق العمل مش كل المكان اللي موجود في السوق حديث مية في المية ومش كله قديم اه اقدم حاجة في السوق. لا بالعكس. هتلقى العملية وسط. هتلاقي الحديث قوي وهتلقى المرحلة الوسط وتلقى القديم. طب والقديم شغال ليه? في ورش شغالة بيه. انت مثلا لو طلعت على مدينة زي مدينة المنصورة كان في ورش موجودة في الشوارع الجانبية ورش صغيرة. اه منطقة شبرى الخيمة برضو فيها ورش وفيها مصانع بتشتغل على النسيج ممكن ورشة فيها مكانة واحدة بس. انتعارفين تكلفة وجود مكنة نسيج عالية جدا. يعني انا لو عايز افتح مشروع النسيج هي بصعب علي ان انا اخد او اروح اشتري اكتر من مكانة وانا لسه في بداية مشواري بالعكس. المكانة بتعدي المليون وربع. فانا عشان اجيب مكانة بالرقم ده فهتبقى الدنيا صعبة معي. فبالتالي في مكان تاني ممكن تيجي باركام قوليها مثلا خمس تلاف عشر تلاف وهكزا يعني الاركام البسيطة اللي اقدر افتح بيها مشروع بسيط. فبالتالي هي نفس الفكرة في العربيات. في عربية بتعدي الاتنين مليون وفي عربية تجيبها بعشر تلاف جنيه. الاتنين هيمشوا عالطريق والاتنين هينفزوا نفس الغرض ان هم هيوصلوك من مكان لمكان. بس هي المشكلة ان انتاج على المكنة اللي هي القديمة قوي. هيبقى فيه مشاكل كتير قوي اثناء الانتاج. اما المكنة الحديثة فانت ممكن تشغل المكنة وتسيبها وترجع لها اخر الوردية تكون هي خلصت شغلها. ان هي مش هتقف الا ما تكون في حاجة كبيرة. اما المكنة القديم فبالتالي انت لازم طبعا الحساسات بتبقى مش شغالة بكل طاقتها فبالتالي انت لازم تقف وترائل. طبعا عندنا في صلاة الانتاج ما بيبقاش العامل واقف على مكنة ولا اتنين. ده بيقى واقف على طقم مكن. ممكن طقم المكن بتاعه مجموعة المكن بتاعته تبقى من ست لتمن مكانات. هو قاعد برقبهم. مع التطور الحديث بقى الموجود في المكن اللي هنشوفه في الفيديوهات الموجودة عندنا بتتكلم عن النسيج في السوق. هتلقى انه ممكن يبقى العامل واقف على صالة انتاج بحالها. ليه يقف على صالة انتاج بحالها? لانه هو بقى عنده القدرة انه يتابعك المكن ده كله. طب ايه اللي هيساعده? هيساعده كمبيوتر المكنة. لما بتعطى المكنة بتطلع طبعا اشارة ان هي عطلت عندها مشكلة. فانت بتشوف الاشارة وبتروح على المكنة بتشوف العيب اللي فيه اللي عامل لها مشكلة وتبدأ تصلحه. بس هنا طبعا بما ان جودة الخيوط بتاعت السيدة عالية. وكمان المكنة كل اجهزة الحساس اللي فيها اه شغالة بكامل طاقتها بجودتها. فبالتالي المكنة هتحفظ لك على الانتاج بقدر الامكان بحسن يطلع لك منتج المطلوب. فبالتالي اعمال الاعطال بتاعتها هتكون قليلة جدا. فانت كل فين وفين لما تدخل على مكنة في الوردية اه عطلا مسلا اه خط اللحمة خلص. يعني اقصى ما تعمله ان خط اللحمة كمية الموجودة خلصت. فبالتالي انت بتغير الايه اله الكونات الخاصة باللحمة. طبعا المكنة بالنسبة لي مدام شغال حديث يبقى انا شغال بنظام الكونات. يعني ايه كونات انا مركب كونة واحدة على المكنة خدنا في الالات او هناخد طبعا مع المنهج بتاعنا لما يبدأ ونشتغل على الجزئية دي لجهاز تغيير الالوان في المكانات الحديثة. انا بستغله بالالوان السادة. يعني هو اصلا مفروض عندي قماشة بيضة. فبالتالي انا مفروض ان انا حط كونة لونها ابيض. فس انا عندي جهاز الوان والمكانة تقدر تشيل عشر كونة. طب انا احط العشر كونة وشغل جهاز الالوان عشان بدل مغاير الكونة كل خمس ساعات انا حاطط عشر كونة الكونة بتقعد خمس ساعات. العشر كونة دول هيقدوني كام? اضرب عشرة في خمسة هيقديني خمسين ساعة. يعني هيقديني حوالي اه تلت ايام او اربعة ايام. الاحنا تقاعد والمكانة شغالة. اليوم فاربعة وعشرين ساعة. المكان مش هشتغل لاربعة وعشرين ساعة. لو فرضنا ان المصنع هشتغل لاربعة وعشرين ساعة. فكمية الكونة بتاعة اللحمة الموجودة على المكانة دي هتشغلك اربعة يوم وشوية. فبالتالي انت معاك فرصة ان انت تشتغل مسافة كبيرة. طبعا الرقم مجازا. الكلام ده مش على الطبيعة. يمكن الكونة او مجموعة الكونة دي ما تشغلش المكانة يوم او يوم ونص. لكن وصلنا للمحالة دي ان انا اقدر اشغل المكانة بكامل طاقتها وانا كل هعمله بس بقى مشرف على على صالة الانتاج. فبالتالي العمل جوه والمصانع اختلف. بس انت ممكن يبقى حظر بتشتغل في مصنع قديم. فبالتالي ما عندك شغل المكان القديم اللي شغاله بنظام المكوك. فبالتالي لازم تعرف تشتغل عن مكوك. ومعاك المكان اللي هو متوسط اللي شغال بالقذيفة اللي شغال بالريبيار. فبالتالي ده نوع من انواع المكان وموجود في مصانع كبيرة وكتيرة. فبالتالي لازم تشتغل عليه تبقى عارف بيشتغل ازاي? وعند اللي شغال بنظام الهوى والمية. يمكن الهوى المنتشر عن المية في مصر. فبالتالي لازم تتعامل مع النوعين من المكان. المكان الموجود عندنا في مدارسنا هنلاحز ان هو مكان الهوى. صعب ان يبقى عندنا المكانتين لان تكلفة وجود مكانة واحدة بس عالية جدا. فبالتالي بقدر الامكان في معظم المدارس بتاعتنا في مكانة هوى. وفي اه مكينة اه تدوير او مكينة تزدية اه من النوع الحديث عشان خاطر تسدي ليه النوع ده من المكينات. فالموضوع عندنا في المدارس اه يعني اصبح شبه النوع ايه منحاول نحدس في المدارس بقدر الامكان على حسب اللي موجود في السوق. طبعا مع نظام الجدرات طبعا المعمول جديد واللي هتطبق السنة دي في مجموعة كبيرة من مدارس النسيج وكان متطبق في السنة اللي فاتت يمكن عندنا مرحلة دبلوم السنة دي طلع من النظام ده موجود في تلات مدارس بس على مستوى التخصص لكن على مستوى الجمهورية عندنا مية وخمسة مدرسة هتطلع دبلوم السنة دي من نظام الجدرات. لكن تعالى بقى السنة دي كمان في اضافة جديدة انا عندك تلتمية مدرسة فاتحين جداد اه فيهم الصف الاول هيدخل السنة دي على نظام الجدرات. نصيب تخصصنا بيعدي الاتناشر اه مدرسة تقريبا. الرقم مش محدد معايا لكن هو بيعدي الرقم ده. يمكن في القاهرة في مدارس في المحافظات الباقية اسكندرية الشرقية وهكذا مجموعة المحافظات بتاعتنا اللي موجودة واللي هيكون فيها تطبيق النوع ده من المناهج. المناهج بقى اللي موجود عندي منهج جميل وبسيط. يعني حتى لو تكلمنا عليه بالاضافة ليه جزء اللي احنا بنتكلم عليه هو عبارة عن ان انا هتعلم مهارة والمهارة اللي اتعلمها دي مش هتنقل من المهارة دي للتانية الى ما تكون اتقنتها. وامتحنت فيها وخدت درجة الاجتياز بتاعتها. وهتنقل المرحلة اللي بعد كده. مثال مثلا لو انا عندي في التركيب الناسجية نسيج اسمه النسيج السادة. النسيج السادة مقسوم لمجموعة من الانسجة. نسيج السادة عادي اللي هو واحد على واحد في الانسجة الممتدة في تلت اتجاهات منتظمة في انسجة ممتدة في التلت اتجاهات غير منتظمة. كده انا عندي كم نسيج? عندي سبع انسجة. فلنفرض انت ماسك النوع الاولين للنسيج السادة واحد على واحد. عشان اشتغله على الورق محتاج ابقى فاهم يعني ايه تركيب نسجي? ويعني ايه تعاشق? ويعني ايه لقي ويعني ايه ربط دوس? كلام ده كله باكتش كلها موجودة لمن? ليه النسيج السادة واحد على واحد. فبالتالي لازم الاول اعرف ان التصميم من القماش للايه? ليه الورق? افهمها الاول. ده عشان انت في السنة الاولى. بعد كده اي تصميم يطلب مني في المسائل اقدر ان انا انفزه على ورق المربعات. دي مرحلة تانية في الايه? في التصميم. من المرحلة التانية دي هي بداية شغلك على التصميم. وهي دي بداية تقييمك. يبقى انا كده هشوفك وانت بتاخد المسألة وبتبدأ ترسمها وتعمل لها لا يورباط الدوس وترجع تعمل لها المزر السطح. كده انت عملت كم خطوة? واحد اتنين تلاتة اربعة. لو اتقنت دول يبقى انت بتعرف ترسم النسيج السادة يبقى انت كده اكتزت الجزئية دي. نطلع على الجزئية التانية اللي هي ايه? اللي هي الانسيجة الممتدة. هنشوفك بتعرف تعمل امتداد ليه? الامتداد منتظم وامتداد غير منتظم. لو البسط المقام قد بعض او البسط المقام مختلفين عن بعض. فبالتالي بقى انت لازم تكتاز النوعين دول كمان. يبقى بعد كده اروح عامل لك اه مجموعة اه الجزء الخاص بالتقييم على النسيج السادة بالكامل. عادي وممتد منتظم وممتد غير منتظم. واروح مختبرك فيهم واتمن ان انت اكتزتهم. اروح نقلك على المرحلة اللي بعد كده وادخلك على النوع تاني اللي هو المبرد. يبقى انت متتنقلش من السادة للمبرد اللي ما تكون اطقنته. تعالى بقى عندنا مسلا في الدبلوم السندي طبعا المناهج متغيرة ما بقاش اسمها كتب بقى اسمها وحدات. فانت بتاخد مجموعة من الوحدات يمكن الدبلوم السندي عندنا فيه اربعة وحدات الترمي اول اربعة وحدات ترمي تاني. الترمي مفاصل مفيش حاجة تاخدها في الترمي التاني من الاولاني حتى في الدبلوم غير في النهاية العام هيبقى فيه حاجة كده زي امتحانت جميعي او بيتجمع فيه جميع الوحدات اللي انت خدتها. كحاجة اه نهائية للتقييم عشان تاخد على الدرجة. لكن انت بتقيم اول باول حتى انت في مرحلة الدبلوم. بس هو الجزء الخاص بالشهادة هو اللي بتعمل له امتحان نهائي في نهاية العام. تمام كده? طيب في الجزئيات دي انت بتعمل حاجة مهمة جدا انت بتتعلم خطوة خطوة. الخطوة خطوة دي انت بتتقن المهارة ما بتتنقلش من مهارة المهارة لما تكون اتقنتها. فبالتالي انا مطمن عليكم متأكد ان انت شاطر وتقدر تعدي من المرحلة دي للمرحلة التانية. احنا اتكلمنا كتير في الجزئيات دي وهي مهمة برضو معنا بخصوصا ان احنا لسا ما بدأناش المنهج بشكل رسمي. فبالتالي عشان نجهز مجموعة الطلبة بتاعتنا. وزي ما قلنا الجزء الخاص بالجدرات احنا هنعمل له حلقات مخصصة. يمكن مش هتكون عندنا على القناة لو كان فيه فرصة على القناة هنحاول نعملها. لكن هو بالاخص بيحتاج ان انت بتشتغل بايدك. فبالتالي هيبقى له نظام معين وهيكون موجود عندنا على قناة اليوتيوب الخاصة بقطاع تعليم فني. اسمها طبعا على اليوتيوب قناة مصر التعليم الفني. قطاع التعليم الفني. هنحط عليها الجزء الخاص بالجدرات في قوائم تشغيل للتخصصات عشان نقدر نتابع بالنسبة لطلبة الدبلوم عشان يكونوا جاهزين للموضوع ده. فبالتالي هنساعدكم في الجزئية دي. طبعا هنعرفين عندنا اكتر من نوعية تعليم. بقدر الامكان هنحاول نغطي الصف الاول التاني التالت في نظام التلات سنين وفي نظام الخمس سنين. تمام? بس احنا لو قدرنا وكان معانا متسع من الوقت هناخد برضو رابعة وخمسة في الفترة الجاية طبعا ده على حسب الوقت الموجود عندنا في القناة وما كانش موجود عندنا في القناة هنحاول برضو نجيبه عندنا على يوتيوب. بقدر الامكان هنحاول نوصل لجزئية دي ما تنسوش طبعا وانت بتتابع ليوتيوب عندنا طبعا مواقع تانية موجودة في اه صندوق الوصف الجميع حلقاتنا. فيها جميع الروابط اللي تقدر توصل بها لاجزاء الخاصة بقطاع التعليم الفني اللي عليها شروحات تخص تخصات جميعا يعني حتى اقول نوعيات كمان. كان مزدرج او نظام خمس سنين او تلت سنين او حتى المهني. وطبعا ان شاء الله جدرات دخلة معنا في الموضوع. هنفي خلال ايام ان شاء الله هنكون نصممنا الموقع بتاعها عشان خاطر كل الطلبة بتاعتنا تقدر تتابع الموضوعات الخاصة بالجزئات دي. وطبعا اها كل فترة هنحاول نقول لكم الجديد وطبعا ده هكون عن طريق متابعتكم لمنتدائيات قطاع التعليم الفني وهي الاهم. يعني هنقدر ننشر عليها كل اخبار الكطاع بتاعنا. نرجع بقى لجزئية مهمة جدا ما كنا نتكلم عليها وهي الرسم الفني وطرق الرسم. احنا دلوقتي اخدنا نوعية ورق المربعات. وعرفنا نعندي مجموعة من ورق المربعات بتبدأ من تلاتة في تلاتة وتنتهي لغاية اتناشر في اتناشر. وقلنا بنستخدم نوع الورق المناسب للشخص اللي هيدق الكارتون. فبالتالي حسب نوع المكنة انا بجهز الجهاز بتاعي. هنطلع بعد كده بقى على التصميمات. معنا تصميم ومعنا مسألة. المسألة هي المواصفة بتاعت التصميم. بيقول لي تصميم لقماش مفارش بلون من اللحمة. يبين تصميم لقمشة الفرش والستاير منقوش يراد تنفيذه على مكينات النسيج. المجهزة بتضبي على اساس النقشة العادية بلون واحد من اللحمة. مقاس التكرار تلاتة سنتي في تلاتة سنتي. هي دي الرسمة اللي معنا هو ده التصميم هو ده اللي انت بتستلمه ان شاء الله في الامتحان فبالتالي نخلي بالنا من المساحات اللي معنا. هنا طبعا خلي بالنا لو جينا الاول نفحص او نحلل التصميم اللي معنا هنلاحز ان هنا عندي آآ شكل هنلاحز المجموعة اللي جنبية او القلم اللي جنبية ده بشكل تاني. بكده عندي اختلافين. رقم تلاتة مختلف عن واحد والتنين. فبالتالي ده الشكل التالت او الاختلاف رقم تلاتة. رقم اربعة يشبه اتنين. يبقى احنا كده لسه تلات اختلافات. رقم خمسة يشبه واحد. يبقى كده ما زلنا برضو عندنا تلات اختلافات. رقم ستة. مفيش حاجة ازايه في التلات اختلافات اللي احنا قلنا انه هما دول اساسيين. يبقى انا هنا عندي ادي اختلاف ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة. طبعا اختلاف بيكون طولي عشان انا بشتغل على اللاي. يبقى التصميم اللي قدامي ده كده من تحليله. ومسحته تلاتة في تلاتة. الاختلاف بيبقى عبارة عن نص سنتي اللي انا عندي هنا لقيت ست مربعات. فبالتالي الاختلاف الواحد عبارة عن نص سنتي. على القماش النص سنتي دول ممكن يكون اكتر من نص سنتي. يبقى دين سنتي ترى السنتي. حسب نسبة التجميل اللي احنا هنحسبها في المسألة. عدد الدرقات بتاعتي لو قلنا مسلا والتصميم موجود كده هنقول واحد اتنين تلاتة اربع اه اختلافات. فبالتالي العادي هيقول اربع درقات. لا. ده هنا مش تصميم عادي. ده مش تصميم. ده ده التصميم اللي هنفز عليه النقشة بتاعتي. ده النقشة. فبالتالي التصميم بتاعي ممكن يكون ملقي على اربع درقات. الجزئية دي على اربع درقات. ودي كمان اربع درقات. وهنا كمان اربع درقات. وهنا كمان اربع درقات. يبقى تلاتة في اربعة باتنشر درقة. وده هنشوفه لما نطلع على التصميم بتاعي ونشوف التحبيس. لكن تعالوا نحل المسألة. مواصفات ده بتاعتي بيقول لي قطن مزوي نمر 32 على 2. المشت بحساب 8 باب في الصانتي. التطريح بحساب 4 فتلة في الباب الواحد. نكمل مواصفات اللحمة. بيقول لي قطن نمر 30 عدد لحمات الصانتي 32 لحمة. التراكيب النسجية المستخدمة اطلس اربعة من اللحمة للنقش. مبرد واحد على تلاتة من الس ده. خلي بالك. هنا اطلس كام? اطلس اربعة. وهنا مبرد كام? مبرد واحد على تلاتة. ده لما يجي يشتغل بيحتاج اربع درقات. وده ما بيجي يشتغل بيحتاج اربع درقات. يبقى انا المتوسط الشغل بتاعي هيكون اربع درقات. طب هو ينفع اشغل درق الاطلس هو هو درق المبرد ولا هعمل درق لده ودرق لده? هينفع لان الاختلاف بتاعي واحد هنا علامة ظهرة كل تلات علامات وهنا علامة ظهرة كل تلات علامات فهقدر اشغل اتنين على نفس الدرق. نطلع على الجزء المهم اللي هو المطلوب. هو طالب مني ايه? بيقول مطلوب منك ترسم اربع تكرارات. في كل من اتجاهي السدى واللحمة بالالوان عرورة الابيض. عدد فتر واللحمات التكرار احسبها. تحديد عدد المربعات الكبيرة اللازمة للسدى واللحمة خلي بالك. هنا المربعات الكبيرة دي معناها ان انت عشان توصل لها لازم تحسب حسابات كتير قبلها. اللي هي لازم انت يجيب الاول عدد فتر التكرار اللي هو جزء ده. وعرض لحمات التكرار وبناء على ده. ولازم يكون اصلا في الاساس عندي فتر ولحمات الصمت. وبالتالي هنا بيحدد لان مربعات الكبيرة هي بيحدد نسبة التكبير. وهنا بيقول لعلم بنى ورق المربعات هنا هيكون تمانية في تمانية. هو هنا حد دهولي لان الرسمة عندي دوبي فبالتالي مش محتاج ان انا احسب نوع وراء المربعات. فبالتالي الدوبي بيشتغل تمانية في او اربعة فاربعة مش هتفرق معانا مدام الرقم مناسب لي رابح حاجة بيقول لي تنفيذ التصميم على ورقم ربعات خمس حاجة بيقول لي هتعمل اللاقي وربعات الدوس لرسم التنفيذي رقم ستة بيقول لي اذكر طريق الدق الكارتون يبقى هنا مجموعة من البيانات اللي هي الخاصة بالمواصفة انا خدتها وبنها انا عليه هبدأ اجهز عشان اعمل ايه التنفيذ انا كده هروح على تنفيذ التصميم لازم امشي واحدة واحدة زي ما هو طلب مني عشان بقى هنا بحل بالتسلسل اول حاجة ارسم لاربع تقرارات اللي عليهم تاني حاجة ابدأ الحسابات بتاعتي تالت حاجة ابدأ عملية التصميم اه بطبعا موضوع اللاقي ورباط الدوس رابح حاجة اذكر طريق الدق الكارتون العدد هنا ستة هي ست خطوات لهمشيهم واحدة واحدة هحتاج خطوات هحسبها زيادة في النص هو ده بقى اللي بيوضح الطالب الفاهم من الطالب اللي هو الحافظ طبعا هم نحب نكون فاهمين ما عندناش جزئية الحفظ دي عندنا فيه مناهجنا فبالتالي لازم ابقى فاهم انا عشان اجيب الخطوة دي محتاج ايه تعالوا نطلع على الحل الحل او الاجابة بتاعت النوع ده من الاسئلة ادي اول طلب ليه قال لي اعمل لي اربعة تقرارات في التجاهيس ده واللحمة ايه اللي يثبت ان دول اربعة تقرارات الشكل ده ادي واحد اتنين تلاتة اربعة هو فعلا عمل اربعة تقرارات بالطول طب العرض بالعرض هنلاحظ ان في التصميم الاساسي كان فيه مربعين من دول موجودين في كل تقرار فبالتالي كده واحد اتنين تلاتة اربعة تقرارات يبقى هنا هو رسم اربعة تقرارات بالطول اربعة تقرارات بالعرض طب الهدف من الرسمة دي ايه ان يشوف شكل التصميم لما يتم نسجه على القماش هيعطي التأثير ده الشكل احنا شايفينه ده هو اللي هشوفه على القماشة بعد ما خلص تنفيذ ليه ايه للنسيق فبالتالي ادي اول امر تنفذ تاني امر الحسابات ليجاد عدد فتل ولحماية التقرار هنشتغل بالطريقة اللي جاية دي او هنتبع الايتي اول حاجة بيقول لي عدد فتل الصانتي بيساوي عدد قواب الصانتي في التطريح هنا هنقول تمانية في اربعة تمن قواب في اربعة فتل في التطريح هيدين اتنين وتلاتين فتلة في الصانتي بعد كده بيقول لي عدد فتل التكرار بيساوي عدد فتل الصنطة في عرض التكرار الفتل الصنطة 32 عرض التكرار كان 3 صنطة هيديني 96 فتلة في الصنطة هنا بيقول لي عدد لحمات التكرار بيساوي لحمات الصنطة في ارتفاع التكرار 32 في 3 برضو هيدين 96 لحمة 96 فتلة 96 لحمة القماشة عندي أو تصميم عندي مربع بما أن نوع ورق المربعات المستخدم تمانية في تمانية عدد المربعات الكبيرة اللازمة لتكراري السيدة هنقسم الرقم اللي طالع عندي اللي هو عدد الفتا المرة على نوع رقم المربعات او الاتجاه بتاعي وعدد الحماية على الاتجاه بتاعي هو تمانية في تمانية طب ما الموضوع السحل ما ستة وتسعين على التمانية المرة دا هتخلص هتطلع اتماشر والتانية ستة وتسعين على التمانية هتطلع اتماشر لا لاحظ هنا كده بيقولك ايه القانون بتاعي بقول لي عدد فتا للتكرار على الصفوف الرأسية عدد فتا للتكرار على الصفوف الرأسية تمام كده لان ده هيكون نوع الاتجاه اللي ببدأ اعدي فيه الخطوط او المربعات بتاعتي الصفوف الرأسية هتعبر عن الفتا الصفوف الافقية هتعبر عن اللحمات يعني ايه طب ما هو ده ورق مربعات يعني انا هفهم ازاي ان دي الراسية ولا دي الافقية تعال انا عدها انا دلوقتي لو عندي مجموعة فتا وعندي ورق مربعات بالشكل اللي احنا ايه واخدين عليه طب لما اجي عدي فتا فتا هعدها ازاي لو انا كده زي ايه دي هول فتا لرقم واحد انا كده بعد رأسي دي كده فتا لرقم واحد فتا لرقم اتنين فتا لرقم تلاتة فتا لرقم اربعة يبقى الخطوط الرأسية ورق المربعات بتعبر عن الفتل يبقى لما جعد هعيد هقول لي عندي 8 مربعات رقصية انا بعيدها في الاتجاه الافقي لكن يا في الاساس ايه رقصية خلي بالنا عشان احنا دايما بنطلقبط من سنة اولى في الاتجاهات الفتل طولية او رقصية اللحمات عرضية او افقية لما بيجعد لحمات بيعدها في الاتجاه الطولي لما جاعد الفتل بيعدها في الاتجاه العرضي طيب هم بالعرض 96 وتسعين ايه? فتلة. اقسمهم على على ايه? على اللي بالعرض? ولا على اللي بالطول? المربعات اللي بالعرض اللي هي بتعبر عن المربعات احنا بنسميها الرأسية. تمانية. طب لو انا شغال تمانية في ستة. هنا بقى هتظهر اللغبطة هتظهر انت فاهم? ولا بتنفزه بس. لو عندي المربعات طبعا عندنا تمانية في ستة بيبقى عرض تمانية واللي ارتفاع ستة. فبالتالي لما اجي هنا بقى ايه? اتكلم اقول. ستة وتسعين بتاعت دي هسمها على التمانية. عشان بالعرض تمانية. وعدد الفتل اللي موجود عندي بيتعد برضو بالعرض. يبقى الفتل بتاعتي على عدد مربعات الصغيرة في ورق المربعات بالعرض. اللي هي المربعات الرأسية. طب اللي حميت. انا عندي بالعرض تمانية. لكن بالطول ستة. يعني عندي ست لحمات ماشين. لحمات افقية. بجعدها في الاتجاه الرأسي. بس المربعات بتاعتها كمان هي كمان ايه? افقية. فبالتالي هقول ايه? لحم رقم واحد. لحم رقم اتنين. لحم رقم تلاتة. لحم رقم اربعة. هم بيحتلوا ايه? بيحتلوا المربعات بس بالعرض. يبقى عشان كده بقول ايه? المربعات اللي في اتجاه الافقي. ما تبانش غير فيه نوع ورق مربعات مربعات العرض غير مربعات الطول. اليها تمانية في ستة. اما تمانية في تمانية واثناشر في اتناشر واربعة في اربعة فانت عارف ان انت كده كده. هتقسم عدد الفتل على اربعة عدد اللحمات على اربعة. او عدد الفتل على تمانية عدد اللحمات على تمانية. لان الطول زي العرض. لكن اول ما تختلف تجي انت تروح اسم مثلا عدد الفتل على ستة. لما الستة دي بالطول مش بالعرض. انت الفتلة بتاعتك رأسية. فبالتالي باستخدم مربعات الرقصية. التمانية مش الستة. الستة كده والتمانية كده. فانا بعايز اتكلم على فتل اشتغل على التمانية اللي ماشية من بالعرض. الستة بالطول اشتغلهم مع اللحمات. فهمنا الحتة دي عشان ما نطلقبطش فيها تاني لان بتبقى معظم الورق بتاع الامتحان بيبقى للاسف حسب طبعا نوع المسألة. بس هو عشان عايز يعرف انت فاهم ولا لأ فبيروح وجايبولك تمانية في ستة. قوة الماكنة اللي بيجيبها لك بيسمح لها ان تشتغل تمانية في ستة. التصميم يسمح له اشتغل تمانية في ستة. فبالتالي عود نفسك على تمانية في ستة والله لو جيه تمانية في تمانية سهلة. لو جيه اربعة في اربعة برضو هتكون سهل. تعالوا بقى نكمل حل ونشوف اللي هيحصل ايه. احنا كده فهمنا عن ليه بضرب في صفوف رأسية ولما اجي اشتغل على اللحمة ليه هضرب في صفوف الافقية. هنا طبعا احنا بنقسم بقولي عدد فتل التكرار على الصفوف الرأسية بيسوي ستة وتسعين على تمانية بيسوي اتناشر مربع كبير للسدة. يعني اتناشر مربع بالعرض. اللحمة عدد مربعات كبيرة اللازمة للحمة بيقولي عدد لحمات التكرار على الصفوف الافقية الصغيرة اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو مسلا في الاتجاه التاني اللي هو الستة. هنا طبعا عشان نوع الورق المربعات تمانية في تمانية فبالتالي هتبقى ستة وتسعين على التمانية هتطلع اتناشا مربع كبير للحمة. يبقى انا تصميم بتاعي انا عندي طبعا مربعات صغيرة على ورق مربعات ومربعات عليها او تقيل كده او غامق شوية ده اللي بحد به نوع ورق المربعات فبالتالي الحدود دي محددة على نوع ورق المربعات اللي هو تمانية في تمانية. فانت هيبقى عندك من المربعات الكبيرة اللي كل مربع فيهم جوها عدد مربعات صغيرة تمانية في تمانية هيبقى عندك عندك اتناشر بالعرض واتناشر بالطول. اللي بالعرض للس ده واللي بالطول ليه ليه اللحمة. يبقى احنا كده عرفنا الاتجاهات بعد الفتل في الاتجاه العرضي فبالتالي بحتل كل الخطوط الرقصية او كل المربعات الرقصية فبالتالي المربعات الكبيرة الرقصية هتبقى مجهزة ان هي تحسب للس ده. المربعات الكبيرة الموجودة في شكل افقي هتبقى مخصصة لعد ايه او تجهيز المساحة المطلوبة للحامات الموجودة عندي في التكرار. يبقى انا هنا عندي اتناشر مربع كبير للس ده بالعرض. اتناشر مربع كبير للليحمة بالطول. التصميم بتاعي مربع. طب عدد بقى المربعات الصغيرة اللي بالعرض. اللي اتناشر في تمانية هيديك الستة وتسعين. فبالتالي هو سهل عليك الحساب وسهل عليك تحط العلامات وبعد جده هيتطع على جزء مهم جدا وهو التكبير. مساحة التصميم تلاتة سنتي في تلاتة سنتي. التختلاف نص سنتي. فبالتالي لو هطلع بقى المربعات الكبيرة بتاعتي انا عايز كام مربع صغير للاختلاف الواحد. ازا كان الاختلاف الواحد بيحتل نص سنتي. وانا عندي اتناشر مربع. اقسم اتناشر مربع على الستة. لاني انا عندي ست مربعات في التصميم الصغير. كل المساحة مثلا تلاتة في تلاتة. خلاص كده. فالتلاتة دول كل نص سنتي في التلاتة سنتي بيعبر عن شكل موجود عندي على التصميم. فبالتالي يبقى انا عندي كم نص سنتي في التلاتة سنتي? ستة انصاف. ستة انصاف. فبالتالي لما اجا اقسم بقى الاثناشر مربع كبير هقسمهم على ستة انصاف بتوع التلاتة سنتي. فبالتالي يبقى اتناشر على الستة فيها الكام فيها الاتنين. يبقى انت كده هتكبر كل قد ايه? كل مربعين كبار هتاخد خط طولي. كل مربعين كبار هتاخد خط عرضي. فالمساحة بتاعت التصميم هتتقسم مربعات كبيرة. كل مربع عبارة عن اتنين في اتنين مربع كبير. وتبدأ تحط الوان او تبدأ تحط اطار اه لجزء اللي انت هتشتغل به التصميم. اللي هي النقشة. انا بحب احط علامات شورط كده عشان نعرف الحدود بتاعتي. بعد كده طبعا هنعرفين احنا بنجيب الوان مية خفيفة جدا. بس تدي التأثير بتاع اللون. مش اكتر مش محتاج ان انا اشوفها عشان مفروض ان هي ما تكونش زهرة ليا. وببدأ ان انا اشتغل بالفرشة كده بالراحة على اه سطح ورق المربعات في اماكن النقش. عشان خاطر ان انا الون كل المساحة. لان هو مفروض ان انت لما نيجي ندق الكارتون في موضوع تاني ان شاء الله بعد ما نعمل روباط الدوس. هقولك ازاي بالدنيا دي بتتعامل او بتتقري من على اه الروباط الدوس. فبالتالي انا بلون بس عشان اقول كل المساحة دي شغالة معايا. وببدأ ان انا ايه اه ابدأ اطلع على التحبيسات. لكن طبعا قبل ما نطلع على التحبيسات نكمل حل الجزء اللي احنا معانا عشان نوصل لمرحلة التجبير هنا هو اكبر ازاي. تعالوا كده نكمل. هنا بيقول لي بقى ايه اللقية. بيقول لي هنا الرسم التنفيذ الناتج يحتاج لتنفيزه الى ستاشر درقة. هو محتاج ستاشر درقة. ليه? انا عن ده اربع اختلافات. كل اختلاف هيحتاج اربع درقات. اربعة فاربعة بستاشر درقة. ستاشر درقة لانه بيحتوي على اربع اختلافات زخرفية. وكل اختلاف بيحتاج لاربع درقة. ده كلام اللي اللي نناسا اي сердو حالان دلوقتي. يبقى انا كده عند ستاشر ايه درقة. كل اختلاف هيخد اربع درقات. طريقة دق الكرتون هنقولها قبل ما نيطلع على التصميم بتاعنا ونشوفه وبتنفيز زيه? اولا طريقة دق الكرتون في الدوبي بيدق الكارتون من روباط الدوس مش من التصميم طبعا ما نيجي نشتغل الجاكر نلاقي ان التصميم هو الاساس في كل حاجة لكن هنا في الدوبي دق الكارتون بيكون من روباط الدوس هنا بيقول لي ايه يحتاج رسم التنفيذي على فكرة دي يعني جزئية بتكتب لكل اللوحات اللي من النوع ده اللوحة هنا بلون واحد فانا هنا بتكلم عن نقشة بلون واحد بقول لي يحتاج الرسم التنفيذي الى 96 كارتون حيث ان كل صف افقي من روباط الدوس بيعبر عن كارتونة واحدة بدق ليها كارتونة واحدة كالتالي تدق علامات النقش ويسكت تحبيسه مع دق علامات تحبيس الارضية خلي بالك بيقول لك تدق علامات النقش ويسكت تحبيسه مع دق علامات ايه تحبيس الارضية هو ايه الكلام ده طبعا انا بتكلم في الدبي مش بكلم في الجكرت بس هقول نفس الفكرة بتاعتي اللي بتمشي في الجكرت وتمشي ايه في الدبي انا عندي علامات علامات نقش وعلامات ايه ارضية انا في الارضية انا مش محتاج اشوف الايه الالوان فبالتالي انا لو شغال بلونين انا محتاج اشوف الارضية ارضية والنقشة نقشة في النقشة محتاج اشوف اللون اكتر في الارضية محتاج ما شوفش الالوان دي اللون كده كده موجود عندي فين في الارضية وفي النقش بس الظهر علامة واحدة في الارضية تظهر تلات علامات في النقش في التكرار او في التركيب الناسجي نفسه فبالتالي عشان كده هو اختار تصميم مبرد واحد على تلاتة في الارضية عشان تظهر علامة كل تلات علامات واختار اطلس اربعة عشان تظهر اربع الاربع علامات تختفي منهم علامة كل فترة فبالتالي ده اللي هيسهل معايا في التصميم اكتر تعالوا بقى نشوف التصميم عشان نوضح الكلام بتاعنا ده هنا طبعا التصميم وبيوضح كل اللي احنا قلناه هنا طبعا عشان الرسمة المضغوطة بالنسبة لي عشان تظهر كلها عندك على الشاشة فبالتالي هنا ظهر معايا النقش هنا بيقول لي ايه هنا الازرق ظهر تلات مرات ومختفي مرة اللي هي العلامة البيضة هنا بقى الابيض ظهر تلات مرات ومختفي مرة اللي هي العلامة الزرق فبالتالي العلامات الزرق موجودة هنا بقلة يعني قليلة فبالتالي الظهر الابيض اكتر فالظهر الارضية اكتر اما في المساحة اللي فيها النقشة طبعا هنا طبعا اطلس فبالتالي الاطلس بيديني شكل الاماشة الستان اللي هي الاماشة اللي بتلمع فبالتالي المساحة دي كلها هتلاحظ ان هي فيها الجزء اللي بيلمع ازا كانت الاماشة مطلوبة لمعة فبالتالي تجور الخطوط او الخيوط بتاعت جنب بعضها هتزر الاماشة بالشكل المطلوب وهتكون شكلها ظاهر هنا طبعا التصميم بعد ما اتعامل وبعد ما اتحبس انا من بعيد شايفه فبالتالي انا شافي النقشة اللي شفتها في اول تصميم صغير تعالى بقى هنا طبعا روباط الدول زي ما قلنا هو الاساس في ايه في دق الكارتون لكن طبعا هنا طبعا نسينا نقول حتة مهمة جدا وهو اللقي كل اربع درقات هنا او كل مجموعة درق هنا طبعا في اربع درقات متقرر اربع مرات ده لجزء رقم واحد جزء رقم اتنين اختلاف رقم تلاتة رقم اربعة يشبه اتنين اهم مع مجموعة الدرق واحدة رقم خمسة يشبه واحد مجموعة الدرق واحدة رقم ستة جديد في مجموعة الدرق جديدة في النهاية بيطلعوا له روباط الدوس ده اللي بناء انا عليه ببدأ ادق الكارتون كل صف افق من هنا من روباط الدوس بدق له كارتونة لما باجي اشغله على المكنة بيديني الصف كامل بالشكل ده فبالتالي الصف الصغير ده بيعبر عن المساحة اللي قدامي دي فبالتالي بعد تشغيل المكنة فترة من الوقت هلقى ان التصميم بدأ يظهر على القماشة بالشكل المطلوب يمكن امش الدوبي اقدر اشغالها اكتر في التصميمات الصغيرة اللي موجودة بتستعمل في القمصان مش في المفارش بقى المفارش قليل جدا ما اشتغل عليها دوبي لكن ان تشتغل في القمصان اشتغل في البلوزات اشتغل في جرافطات دي شغلة النقشات اللي طالعة من اجهزة الدوبي لان عدد الدرق ما بيزدش عن اه ارقام قليلها مفروض الشيء لتنين وتلاتين درق بس صعب ان انا اركب اتنين وتلاتين درق مرة واحدة على المكانة يمكن النهاردة احنا استعرضنا واتكلمنا عن جزء مهم جدا في الرسم الفني او بنسميه احنا برضو الرسم التنفيذي لاتخصص نسيج المادة اه بسيطة وسهلة اه حلوتها او اللي بيميزها ان انت بتبقى شغال بتطلع فن جنب شغلك فبالتالي بتكون مبسوط وانت بتطلع تصميمات طبعا على مدار العامين السابقين اشتغلنا في تصميمات كتير جدا معانا قصص تصميم هتساعدنا اكتر في اختيار الالوان والتجهيز التصميمات المناسبة وده يساعدنا اكتر في تنمية الجزء دي عندنا نمي الجزء الفنية عندك ان شاء الله طبعا لما اللي هتخرجوا من عندنا ويحبوا يدخلوا كلية فنون تطبيقية هيلحظ ان هم بيدقوا في الحتة دي لك تكون عندك الجزء الفني او الحتة الفنية لتقدر تطلع بها تصميمات وتبتكر بها تصميمات طبعا احنا زي ما قلنا الجزء ده كان اه مقدمة بسيطة عن المادة بتاعتنا في الحلقات الجاية ان شاء الله اه هنتكلم اكتر عن المادة دي بشكل مفصل وهنشوف تصميمات اكتر في نهاية نتمنى لكم التوفيق ونشوفكم على خير في الحلقات الجاية وإلى اللقاء